في ردود الفعل اللبنانية على اعتذار يديب قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن الاعتذار يستوجب الإسراع بإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية بتشكيل حكومة قادرة على التعامل مع المرحلة وضف دياب أن ظروف البلد استثنائية وتتطلب جهودا استثنائية وتوقف القوى السياسية على التجاذبات المهددة لسموده كما قال رئيس الوزراء السابق سعد الحريري إن اللبنانيين يضعون اعتذار أديب في خانة المعرقلين الذين لم تعد هناك حاجة لتسميتهم وأضف الحريري أن النهج الذي يقود لبنان إلى الخراب قد سقط كما لن تنفع أساليب تقاضف الاتهامات ووضع مكون لبناني رئيسيا في مواجهة كل المكونات الأخرى من جانبه اتهم رئيس مجلس النواب نبيه بر أطرافا بإغراق المبادرة الفرنسية فيما يخالف كل الأصول المتبعة مؤكدا موقفه المتمسك بالمبادرة الفرنسية وفقا لمضمونها من جهته قال الرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن الاعتذار أكد بأنه لا يمكن التفكير بأي إنقاذ إلا بحكومة مستقلة مشيرا إلى أن سياسة تسمية الوزراء من المجموعة الحاكمة أثبت فشله وأضاف أنه لا يمكن التفكير من الآن فصاعدا بتشكيل أي حكومة إلا انطلاقا من الأسس التي اعتذر الرئيس أديب بسببها للمزيد ينظم لنا من بيروت الباحث السياسي طارق عبود سيد عبود مرحبا بك ودعني أبدأ معك بما قاله نبيه بري اليوم يقول متمسكون بالمبادرة الفرنسية ولكن هناك من أغرقها من الذي أغرقها والحال أن كل الأطراف تقريبا تحمل الثناء الشيعي فشل تشكيل هذه الحكومة تحية إليك وإلى المشاهدين عزيزي ولكن أريد أن أقول شيئا عندما تكون المقدمات خاطئة تكون النتائج سلبية يعني ما فعله الفرنسيون بعد تكليف الرئيس أديب لتشكيل الحكومة هو كان خطأا عندما لم يحددوا في الحقيقة ما هي هذه الحكومة شكلها عددها وظيفتها لأن الرئيس أديب عندما تصرف بهذا الشكل عندما لم يقدم ولا أي تشكيلة عندما زار الرئيس عون رئيس الجمهورية أكثر من أربع خمس مرات من دون أي ورقة أو تصور لتشكيلة حكومية عندما لم يجلس مع الكتل النيابية الكبيرة التي تريد أن تمنحه الثقة في المجلس النيابي والتي يريد أن يتعاطى معها من خلال التشريعات عندما يأخذ الثقة فطبيعي أن تصل الأمور إلى هذا المسار المقفل لأن الواقع اللبناني السياسي المعقد والمقفل حقيقة يحتاج إلى مقاربة مختلفة وغير نمطية عندما تسلم الرئيس أديب رسالة تكليف الحكومة هو ذهب إلى رؤساء الحكومة السابقين لكي يشكلوا الحكومة ولكي يضعوا الأسماء التي تناسبهم هذا كان خطأ فرنسيين عندما يضغطوا على على الترف المقابل يعني كانت هناك فرصة لتجاوز هذه الأزمة يقول الترف الآخر عندما قدم الحريري مبادرة بتسمية شخصية مستقلة ذات خلفية شيعية لوزارة المالية لماذا لم يتم القبول بهذا الحل وبهذه الفرصة أولا في الشكل لا يحق للرئيس سعد الحريري أن يقدم هذا المقترح لأنه رئيس كتلة نيابية ثانيا تبين واضحا أن الرئيس سعد الحريري والرئيس سنيورا والرئيس ميكاطي والرئيس سلام هم من يشكلون الحكومة ثانيا في المضمون المبادرة يعني الذي يريد أن يقدم مبادرة يقدمها متكاملة يعني هو يقول أنه يمنح الطائف الشيعية وزارة المالية وفي الوقت نفسه يقول أني أريد أنا أن أسمي الوزير الشيعي الذي سيستلم هذه الوزارة يعني هذا الموضوع هو فتح لمشكل والتعقيد جديد إذا كان يريد الرئيس حريري تسهيل التشكيل كان عليه أن يقول امنحوا هذه الحقيبة للطائف الشيعية وليسمي الثناء الشيعي اسم الوزير وكانت حلت المشكلة ولكن أنا أعتقد أن الموضوع أكبر من هذا الشكل الموضوع هو إعاقة أمريكية سعودية واضحة لإعاقة تشكيل الحكومة لأن العقوبات الأمريكية التي فرضتها الحكومة الأمريكية على الوزيرين من 8 أذار كانت تريد عرقلة الحكومة إضافة إلى تصريح الملك السعودي الأمير سلمان الملك سلمان منذ يومين باتهام مكون أساسي في البرلمان اللبناني بأنه حزب إرهابي ويريد استبعاده من الحكومة هذا أيضا مؤشر كبير على أن السعودية ووشنطن طيب مؤشرات كثيرة سيد عبد ولكن هل هذه الأطراف اللجنبية الخارجية هي التي تتحمل مسؤولية ما يحدث اليوم في لبنان أسئلة طويلة وكثيرة حقيقة ربما الإجابة عنها لكن دعنا من ذلك اليوم هناك مبادرة فرنسية هل هذه المبادرة برأيك بعد إسقاط أو فشل تشكيل الحكومة لا تزال ممكنة؟ هل كل الأطراف اللبنانية اليوم لا تزال متمسكة بهذه المبادرة؟ يعني بالعلن كل الأطراف اللبنانية لم يقل أحد أنه تخلى عن مبادرة فرنسية وليست هذه نهاية الدنيا يعني على الفرنسيين أيضا اليوم أن يقاربوا الواقع السياسي اللبناني المعقد بطريقة غير تقليدية يعني أن يضعوا الخطوط العريضة للحكومة وليوظيفة الحكومة في الرئيس الحكومة الذي سيشكل الحكومة فيما بعد يعني ليس ممكن أيضا أن يفشل الفرنسيون نعم شكرا شكرا لك أستاذ طارق عبود البحث السياسي كان معنا من بيروت ونعتذر لمشاهدين عن انقطاع الصورة والاتصال مع ضيفنا من بيروت